بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وقال وزير الدفاع في برقيته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون للرئيس السيسي الوفاء بالمهام المقدسة التي يحملون أمانتها دفاعا عن الوطن أرضا وشعبا كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة